صباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل صبحتو بخير درت لكم اليوم روز برياني بطريقتي الخاصة درتو بالخدر درت فيه زرودية والجلبانة وحبه فلفل حمله درتو بالجج على طريقتي الخاصة جاه بزف بزف بنين وساهل وبطريقة بسيطة تابعوا معي الفيديو تابعوا للاخر ان شاهدوا كامل شاهدوا هنا كيف اشجاه بحبه نذهب للمكونات ماذا عندي هنا عندي هنا الخدر عندي احبه بس القطعتها مربعات صغر احبه طرشي حمرة وقته وبزف تلقت في الروس احبه زرودية قطعتها صغيرة عندي اشياج البانة عندي دو كويس هنا تالجج ديرونتو ما وش حبيتو عندي شيارة ملعقة موتر ملعقة زبدة التوابل وش عندي هنا عندي شيارة سلحانوت عندي الملح عندي هنا زنجابي مرحي وشوية فلفل كحل عندي هنا بودرة الباصل احتاطيني بنا هيلة مع الجج وعندي هنا الكاري وهذا الأسبوع ان شاء الله راح ندلكم يعني التوابل اللي براميتهم لكم وش ندير هنا ندير هنا نقوم بزيج ندير هنا ندير هنا ندير هنا ندير هنا ندير هنا كما تعرفوا الروز خاصة البسماتي البرياني يحب يحب اليدام هما يديروه بسمن يعني ليحب يدير ملعقة سمن اختيارية ثاني جبن قد لكم نروح نقلي هكذا يا هاوليك بعد ما اتقلى شوية اخدالي شوية لو نروح ندير كامل هادوك الخودر نديرهم كامل دربة واحدة بس كيح نزيد نقليهم تانيتك مع البصل بشي تلقوا لي هادا كلمة منيش حندير المادوكاتيك انزيد اندير اه التوابل تانيتك كامل اندير هادوك الوريقات تان رند شوية فقط من فودرة البصل وندير شوية كاري هاد الكاري هادا يا يتباع هكذا يا واجد عندي هنا يا ملعقة صغيرات تعموترت نخلطهم هكذا يا ملح انخليهم يتقلوا على نار قليلة بشي قطلكم هادوك الخودر يتلقوا لي كامل الماء هنا ينسي التوم عندي فصين صغارت هنا يا الروز يعني هادا يا البرياني من الاحسن تستعملوه روز بسماتي من الاحسن ولا ما عندكم شو ديروا روز المفور العادي يعني نورمال قطلكم نخلطهم هكذا يا ملح مع بعض كامل هادوك المكوينات ونغطيهم ونديرهم يطيبوا على نار قليلة يتقلوا هادوك هادوك الخودر هادوك بش تلقوا لي الماء وجيني روز تاعي بنين هاملك بعد ما تقللوا يعني وطلقوا كامل هادا كل ما نشفوه نجي هنا يا نمرق بالمسخون نحاول نغطي هادا كل جاج هنا هادا هادا اللي كويس سوعي يعني الله يبارك جوني كبار نزيد هنا يا شوية ماء بسكو هادا المرقة هادي يا راي حنطيب فيها من بعد الروز سيبوك ساحبيتنا مرقها ملح نخلي دوكاتي كل جاج تشتاعي طيب ونروح ندير الروز هنا درت زوش كيسان روز حكمتهم مشلتهم ملح بالماء وحتلت خطراتها كاكولة ربعة من بعد خليتهم قطر وملح في كسكس جدرتهم هنا يا فيت نيجرامي الأحسن تكون عريضة ولي عندها غطيوات تغطى لي ما عنداش غطيوات ديروا انتم ما غطيوا بالاليمينيو ندير هنا يا غير شوية برق الزيت وملعقة صغيرة ملعقة كبيرة عفونت على زبدة قلت لكم الروز يحب لي دا نروح نقليها كدية فوق النار كما تعرفوا الروز بش ميتع الجنش يعني هالطريقة بش الروز تاكم ما يتعجن شوي طيب حبا بحبا ويصدقوني جيبنين ويجي هايل تقدرو تستعملوها في اي نوع روز نقليها كدية شوية حتى ياخد لي شوية لون دهابي على النرى متوسطة مش قليلة بزاف ومشي قوية بزاف نروح دوكاتي كل المرقة تاعي بعد ما طاب الجج هنا هنا الكوكو تغلقت عليه يعني طاب لي قريبة راح فيها الجج تاعي نسيتها نحيتو والمرقة هاي لك خليتها ما خليتاش تجمرة تقول لكم حنا مرقة بها الروز هاوليك الروز هنا يا بعد ما بعد ما تقلى مليح في الزبدة اخدالي لو اندهبي هنا ما راهو شيبان مليح نجي نضيف عليها المرقة هذيك لي حبي يكيل بالكاس يعني كاس روز زوش كيسان مع مليح تاع مرقة يعني تقريبا حتى يفيدو يعني هنا في زوش كيسان تديرو ربعة كيسان تاع مارق وانا نحن نستعمل طريقة اخرى يعني دقنوا ورايها لكم نكيل بصبعي لازم لاصوس تجيني شبر هكذا شبر ونص فوق الروز يعني هذيك هي الكمية الكافية اللي طيب لي فيها الروز انا حندخل صبعي بولك باش نوري لكم يعني نعتادر منكم شتو حجم الماء فوق الروز حلازم يكون نغطى عليها قدايا كي يغلي وش ندير حتى يغلي باش ننقص النار ونغطى عليه نقصوا النار يعني ديرو نار بزف بزف قليلة المينيموم اللي تقدروا يعني المكسيموم اللي تقدروا هاوليك هنا يا بعد ما عطب حتى يشرب كامل هذيك الاسوس ما تخليوش ينشف بزف خاطش الروز يشرب هاوليك الجج هذيك تاعي بعد ما عطب حمرته شوية في المقلاب شوية زبدة ونجي هنا يا نوريه لكم في طابق التقديم هاوليك بعد ما عطب نفرغ عليه شوية هذيك ليدم تاعه الجج والبرياني تاعي راهو واجد صدقوني يجيب زف بني نرميت له من الفق هكدايا شوية مع النص لاحقنا لنهاية الفيديو ومع لي اغير نقولكم اتهلوا بزافي رحكم وتبقى والاخير ونتلاقاوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة